بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج التريند حلقة بالتأكيد جاية بعد أسبوع حافل من الانتصارات والبطولات والألقاب والاحتفالات بالبطولة 11 بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الوداد الرياضي المغربي يوم الأحد الماضي زي النهاردة الأسبوع اللي فات الأهلي رجع من المغرب بدوري أبطال إفريقيا واستمرت الاحتفالات على مدار أسبوع كامل والاحتفالات تنوعت ما بين احتفالات جماهير النادي الأهلي في الشارع أو احتفالات جماهير النادي الأهلي في كل أرجاء العالم النهاردة بالتأكيد بداية الاستعدادات لمرحلة جديدة وهي مرحلة الفوز بيئة دوري العام هذه البطولة اللي كانت غائبة عن النادي الأهلي آخر سنتين زي دوري أبطال إفريقيا بالزبط ولكن لا يتبقى على حسم المشوار سوى خمس لقاءات البداية بإذن الله أمام حرص الحدود يوم الخميس المقبل لذلك اليوم النهاردة هيكون بداية عودة الفريق للتدريبات استعداداً لاستئناف مباراة الدوري خلال الفترة المقبلة الفترة اللي جاية النادي الأهلي عنده مباراة كل 72 ساعة منتكلم في خمس مباراة في الدوري وفي مباراة أيضاً في كأس مصر مباراة معجلة في دور الـ 32 أمام منتخب السويس في أوائل الأسبوع القادم ولكن التركيز الفترة اللي جاية على حسم الدوري مبكراً من أجل الاستعداد لأجندة مزدحمة في الموسم المقبل وكما فعل الأهل الموسم الماضي عندما منح الجهاز الفني راحة لكل اللاعبين الأساسيين من شهر سبعة من أجل الاستعداد لموسم جديد من شهر تسعة والفترة دي كانت فترة مهمة جداً للاستعداد لبداية الموسم الحالي اللي الأهل بدأ فيه بالفوز بكأس السوبر على حساب الزمالك ثم الفوز بكأس مصر على حساب بيرامدز ثم الفوز بكأس السوبر على حساب بيرامدز بعد انسحاب الزمالك ثم التتويج بدور أبطال إفريقيا بعد خسارة البطولة العام الماضي ولا يتبقى في الموسم الحالي سوى الدور العام وكأس مصر في انتظار أيضاً كمان تحديد المواجهات المتبقية للنادي الأهلي بعد الفترة من 8-7 حتى نهاية شهر 7 حالة النهاردة هنتكلم على المرحلة المقبلة وإزاي بيستعد الأهلي للفترة اللي جاية في ظل أن النهاردة أول تدريب للفريق مساء اليوم بعد عود اللاعبين من الأجازة وكمان بعد عودة مارسي الكولر من سويسرة فترة كانت أسبوع أجازة للجهاز الفني وبعض اللاعبين في ظل انشغال أيضاً التشكيلة الأساسية بالمشاركة في الأجندة الدولية مع المنتخبات سواء لعابي الأهلي في منتخب مصر أو حتى منتخب مالي أليو ديانج منتخب تونس ضم الكريستو وأيضاً كمان وجود بيرستاو مع جنوب إفريقيا لتقلق بشكل كبير جداً في لقاء الأمس أمام المغرب في تصفيات أمم إفريقيا لكن نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم وسؤال حلقة النهاردة عايز أعرف رسالة حضراتكم للعابي الأهلي بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا وقبل استئناف بطولة الدوري إيه الرسالة اللي ممكن توجهها للعابة في الفترة الحالية عشان أكيد الفريق إزاي يقفل على الفرحة بتاعت التتويج بدوري أبطال إفريقيا وإزاي يستعد للمرحلة اللي جاية اللي عايزة تركيز شديد جداً عشان تحسم الدوري وتحسن النتائج في الفترة اللي جاية بخصوص حسم بطولة الدوري مبكراً في الفترة المقبلة شاركوا معنا من خلال صفحات القناة على السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي الفقرة الأخيرة أستعرد أكبر قدر من رسائل حضراتكم لكن بسرعة نروح لي أهم العنوان في تريند الأهلي الفريق يستاني تدريباته اليوم استعداداً لحسم الدوري وفي التريند المحلي المنتخب يواجه جنوب السودان ودياً اليوم وفي التريند العالمي بابي يقترب من الانضمام لمنشستر يونيتد يبدو كده أن العقد بينفرد من باريس سان جرمان في الفترة الأخيرة رحيل ميسي رحيل كيليا نينبابي هنشوف الفترة الجاية موقف باريس سان جرمان في المنافسة في البطولات الأوروبية هل يتأثر برحيل هؤلاء اللاعبين ولا لا لكن الدوريات الأوروبية المسلم المقبل فيها تغييرات كبيرة جداً سواء بالنسبة للريال بالنسبة للسيتي بالنسبة لي منشستر يونيتد بالنسبة لباريس سان جرمان كل ده هنشوفه مع سناف الدوريات الأوروبية وبداية الموسم الجديد في شهر أغسطس المقبل طيب النهاردة في استعراض مباريات اليوم النهاردة في لقاء ودي لمنتخبنا الوطني يمكن في ختام الأجندة الدولية روي فيتوريا استقررنا يلعب مباراة ودية مع جنوب السودان المباراة ستقرر إقامتها إن شاء الله على أستاذ القاهرة الدولي في الساعة الثامنة من مساء اليوم هي المباراة ودية الوحيدة بعد أداء مباراة رسمية في الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم في القود ديفوار والفوز على غينيا في مراقش وتأكيد الصدارة والتأهل لكأس الأمم بعد الفوز 2-1 دي كانت مقدمة مهمة جدا من برنامج جيل تريند نخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نواصل أهلا بحضراتكم من جديد أكيد الفترة اللي جاية الكلام كله هلأ مباراة الدوري اللي عنده مباراة مع الحرس دي مباراة مؤجلة من الدور الأول شوفوا فترة طويلة جدا كانت المباراة دي مؤجلة نتيجة انشغال الآلي بالمباراة الإفريقية ولكن على فكرة قبل ما أروح لفقرة الإسقايب لأنه عندنا كلام مهم جدا على السوشيال ميديا وتأثير السوشيال ميديا على فوز الأهلي بدور أبطال إفريقيا وإزاي فوز الأهلي بالبطولة كمان عمل رواق كبير جدا على السوشيال ميديا سواء في مصر أو حتى في المغرب في الفترة الأخيرة في ناس بتطلع تتكلم على موضوع التأجيلات بدون ما بتقرأ ويبدو أن في ناس عندها يعني إحساس إن هي لما بتقعد تتكلم على موضوع التأجيلات كتير هي كده بتشبع رغبتها إن هي على الأقل يعني أفسدت فرحة جمالي الأهلي بالبطولة في ناس عندها الإحساس ده على فكرة والإحساس ده مستمر معهم لفترات طويلة جدا في كلام على فكرة أصل الأهلي اتأجله كتير وفي كلام أصل الأهلي تم منحه راحات كتيرة جدا عشان يقدر ينافس على البطولة الإفريقية كل الكلام ده على فكرة كلام فاضي كلام فارغ كلام ده مش حقيقي في فرق كانت معانا في دورة أبطال إفريقيا السنة دي تحديدا الزمالك كانوا أخذ راحات ما بين مباريات في تونس أو في الجزائر والسودان ومع ذلك ما تأهلش وما كملش لأن اللايحة بتقول كده اللايحة بتقول عدد المباريات سواء داخل مصر أو خارج مصر تاخد الراحة أمتى وتلعب أمتى ولما توصل أدوار النهائية هل تلعب مباراة ما بين الزهاب والقياب ولا لا اللوايح واضحة بس هي في ناس دايما تحب تحاول تفسد الفرحة فتاخدك في مجال آخر مالوش أي لازمة زي مثلاً إمباريح كابتن حازم إمام خارج وتكلم على فكرة يا سلام لو لعبنا الدوري أثناء مشاركة المنتخب الوطني وقال لك ده الحاجة عمل لو عمل كده هيلاقي هجوم كبير جداً هو أساساً يا كابتن حازم وانت رجل مسؤول وبتتكلم على الجزئية دي لازم تبقى عارف أن موقف منتخب مصر غير موقف منتخب المغرب منتخب المغرب بيضم مين؟ من لعابة نادي الوداد أو الرجاء أو نهضة بركان أو الجيش الملكي لكن منتخب مصر أنت أخذ تسعة لعبة من الأهل سيب لعبة الأهل ما عندش مشكلة ولعب في التصفات بتاعتك هل عندك عدد محترفين كافي أنك تلعب هذه المباريات والدوري يشغل؟ كابتن حازم أنت مسؤول في التحاد الكورة وعارف اللوايح كواس قوي هل أنت عندك مقدرة أنك تلعب مباريات الدوري وتسيب اللعبة للفرق بتاعتها وتلعب الأجندة الرسمية بتاعتك؟ لو عندك مقدرة أعمل ده لكن ما جيش تقولي المنتخب يلعب واخد اللعيبة اللي موجودة في الأندية ولعب الدوري إزاي ده هيبقى دوري؟ هل ده هيبقى دوري؟ مش هيبقى دوري لأن أنت ما عندكش في منتخبات أفريقيا زي ما بيحصل في منتخب مصر منتخب مصر مبني في الأساس على 70-80% من الهيكل الأساسي للفرق الأهل فلما تطلع تتكلم على فكرة تأجيل الدوري المتكرر ده لو فكرنا في مرة والحج عامر حسين عمل جدول الدوري أثناء مباريات المنتخب هيبقى فيه هجوم كبير عليه؟ لا الكلام ده من الصح اعمل ده والمنتخب يعتمد على المحترفين فقط شوف أنت ساعتها نتائج المنتخب هتبقى إزاي؟ من غير لعبة الأهلي لكن عايز تفكر في ده وتاخد لعبة الأهلي هيبقى منطق إزاي؟ وهتبقى منافسة إزاي؟ ومنافسة عادلة إزاي؟ اتكلموا يا جماعة كلام منطق عشان ناس تصدقكم لما بتسمعكم اتكلموا كلام منطق عشان ناس تصدقكم لما تسمعكم فاز الأهلي بالبطولة الإفريقية طبقا للوايح الأهلي لم يتم مجملته في أي مباراة الأهلي لم يتم تأجيل ليه أي مباراة بناء على طلبه عشان مشاركة إفريقية الأهلي التزم طبقا للجدول المقرر من لجنة الأندية أو من ربطة الأندية والأهل التزم طبقا لللوايح في المباريات أثناء دور المجموعات أو حتى أثناء الأدوار النهائية وأتذكر الأهل قبل ما يسافر جنوب إفريقيا لعب مباراة قبلها بـ 72 ساعة لعب الخميس وسافر أو لعب الأربع وسافر وكان عنده مباراة يوم السبت في جنوب إفريقيا لو تتذكروا الأهل لم يتموا مجملته ولكن فيه ناس دايماً بتحب تشبع رغباتها إن هي تحاول تفسد فرحة الأهل بأي بطولة فتاخدك في مجال آخر غير صحيح بحاول أختار بس المسميات عشان تبقى الانتقاد هنا انتقاد موضوعي ولكن بصراحة أنتوا تستحقوا أي ردود فعلي بتشوفها على السوشيال ميديا لأنوا دايماً بتبقوا خارج النص طيب ترند أولاين والنهاردة فاكرة الإسكايب عندنا كلام مهم جداً لأن السوشيال ميديا تم فيها رواك كبير جداً في الأسبوع الأخير بعد الفوز بطولة إفريقيا نروح لترند أولاين عبر الإسكايب مع الزميل العزيز الأستاذ أيمن جيلبرتو المحلل الفني عشان نتكلم معاه على حاجتين أولاً تأثير الأهل على السوشيال ميديا سواء في مصر أو خارج مصر ويه الكلام اللي تقال على موضوع التأجيلات والراحات وهو شاف كمان الجزئية دي إزاي؟ أيمن مسائل فل مسائل فل يا محمد مبروك الحداشر مبروك الحداشر وربنا يا سهل ونكملهم داستة السنة الجاية بإذن الله إن شاء الله أولاً عايز أعرف تعليقك على موضوع السوشيال ميديا وشايف تأثير الأهل على السوشيال ميديا مش العكس كنا دائماً بنتكلم على مدار الموسم السوشيال ميديا وتأثير على الأهل ولكن بالعكس الأهل السنة دي لتأثير كبير جداً على محركات البحث وعلى البحث على اسم الأهل والتتويج بالحداشر والأغاني والاحتفالات يعني كل دراساته إزاي؟ طبعاً زي ما أنت بتقول كده احنا النادي الأهلي هو رقم واحد في كل حاجة بمجرد بس ما لعبت النادي الأهلي وطهر محمد طهر احتفلوا وهم خارجين من الممر الأغنية بتاعت سطلانا شوفنا إزاي بقى الترند في مصر وفي المغرب وكل الناس دلوقتي تسمحها وكل الناس بتستخدمها في كل حق يعني الأفراح دلوقتي بقى فيها استخدام للأغنية الناس وهي ماشية في الشارع بتسمحها كله بيعمل كليبات عليها فده بس مجرد زي ما قلنا كده ده كليب عشرين ثانية ولا حاجة بص مدى تأثيره عامل إزاي شوف الكاف لما بينزل أي فيديو فيه رصد للردود أفعال اللعيبة أو احتفالات الجمهور شوف الأرقام بتبقى عاملة إزاي ده عايزين نتكلم كده سريعا يا محمد في حاجة يعني ما فيش ده من كام يوم في مؤسسة من المؤسسات الكبرى في البحث والنهاية بتتابع شعبية الأندية أو متابعات الأندية على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت التقرير بتاعها اللي هو في شهر يونيو عشرين تلاتة وعشرين عن الأندية الأكثر متابعة في العالم من خلال فيسبوك مع انستجرام مع تيك توك مع تويتر جمعوا كل ده طبعا الريال مدريد هو في الصدارة بورشلولا في المركز الثاني لكن اللي يهمنا هو النادي الأهلي النادي الأهلي موجود في المركز السبعتاشر عالميا السبعتاشر عالميا عالميا بالزبط كده لو كمان فيه أنا يعني موجود زي جدول كده اللي هم نشروا للأندية اللي هي الأبرز خارج أوروبا يعني لو عملوا ترتيب للأندية بقى اللي هم إيه خارج أوروبا النادي الأهلي في المركز الثاني المركز الثاني ده يعني بعد فلامينجو طبعا فلامينجو عارفين مدى شعبية بالزبط مدى شعبية فلامينجو في البرازيل بس نادي الأهلي في المركز الثاني نادي النصر السعودي في المركز الثالث طبعا استغلالا لصفقة كريستيانو هي اللي عملت الطفرة دي شعبية نادي النصر بس 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 بقى النادي الأهلي بيتفاق مثلا كورينسيانز بوكا جونيورز ريفر بلايت كلوب أمريكا ساو باولو دي أندية أنت طبعا عارف يعني إيه كرة القدم وشعبية كرة القدم في أمريكا التي هي كرة شعبية جارفة بالزبط فالنادي الأهلي النهاردة والمركز الثاني في الأندية اللي هي خارج أوروبا طبعا أنا هم هنا الدراسة دي عملت على مية نادي فالنادي الأهلي رقم 17 عالميا لو تكلمنا بقى طبعا هو متصدر العرب والأفرقة ومصر مين بعده النصر السعودي في المركز الثاني الهلال في المركز الثالث نادي الزمالك في المركز الرابع يجي الرجاء في المركز الخامس للاتحاد السعودي سادس الوداد المغربي سابع بيرامد الثامن بالنسبة لهم الأكتر في الترتيب يعني كأكتر أندية عربية النادي الأهلي بيتصدر وبعيد يعني لو نتكلم في المنافسة المحلية هتلاقي أن النادي الأهلي الإجمالي بتاعه 44.8 مليون نادي الزمالك مثلا لو هو في مصر نتكلم في 15 مليون الإجمالي يعني بص الفرق عشان الناس اللي بتتكلم عن الشعبية وبتتكلم عن القصص دي كلها لازم يعني الأرقام هي اللغة مش هبص الأرقام يا أيمن بص عشان بس نعم أواضحين مع بعض وصرحة مع جماهير الأهلي الناس دي مش هتبص الأرقام الناس دي عندها تارجت لازم كل سنة تتكلم معك في أربع أضايا إيه هم قضية نادي القرن التأجيلات الرعاية والمجملات بص دول أربع أضايا سابتين معنا في كل سنة حاجة حاجة صعبة جدا يعني الأرقام ما بتكذبش خصوان لو تفتكر من كم سنة أحد الشركات الرعية للنادي الأهلي عملت استبيان عن طريق شركات معتمدة في موضوع الإحصاء وطلعوا نموذج وبيان بشعبية النادي الأهلي وأن هي من متابعين الكرة أو محبين الكرة في مصر نتكلم داخل مصر فقط نتكلم حوالي 80% منهم بيشجعوا النادي الأهلي دي إحصائيات رسمية بعيدنا عن دي دخلنا هنا في السوشيال ميديا أنت بتعد النهاردة الصفحات الرسمية للنادي الأهلي عدد متابعيها كام وبتجيب الإجمال بتاعه فالإجمال بتاع النادي الأهلي النهاردة متفوق على نتكلم في السبعتاشر على العالم من مئة نادي يعني أنت متخيل الرقم عمل إزاي وعشان نقفل القصة دي حتى الأندية الشعبية اللي برضو بتقعد يعني طبعا بنحترمهم كلهم لكن لما بيتكلموا على برضو النادي الأهلي وليه النادي الأهلي رعايته النهاردة بتتكلم في مئة نادي على مستوى العالم مفيش نادي شعبي واحد موجود من مصر بعد نادي الزمالك النادي الثالث الموجود من مصر هو نادي بيرامدز نادي بيرامدز مش نادي جماهيري طب النهاردة الأندية الشعبية بمحافظاتها بالحجم القاعدة الجماهيرية اللي عندهم انتوا مش قادرين تستغلوا مواردكم اللي هي في إيديكم وبتطالبوا ان انتوا تاخدوا جزء من فلوس أو حق النادي الأهلي سواء في البس أو الرعاية طب الأول انت اشتغل عليه في ايدك بعدك بص للنادي الأهلي فهي دي ده يعني الاحصائية دي يا محمد زي ما انت بتقول كده هي إثبات جديد احنا بنقدمه للناس اللي هي أصلا مش بتدهور على الكلام ده وهتفضل ترغي في نفس القصة ونقول لصلاحنا 82 مليون واحنا الأفضل عربيا ونفضل في نفس الدائرة ولكن في النهاية الشركات ما لاشغل الأرقام دي عشان كده النادي الأهلي الرعاية بتاعته بتتخطى المليار طيب الجزء الثاني يا عيمن وعايز اتكلم معاك على فكرة التأجلات يعني استوانة جديدة بتتقال لعدل أهلي ما يفوز بأي بطولة إفريقية أو هو بيختتم مسابقة الدور العام يقول لك أصل الأهلي تأجله كتير أصل الأهلي لو قرنته بأندية إفريقيا اللي دخلت معاه في المنافسة ما كانش بتأجلها كل المباريات دي ورغم الناس أصلا لو بصت شوية على الدوري التونسي أو على الدوري المغربي أو على دوري جنوب إفريقيا هيلاقي عدد الأندية هناك أقل من الدوري المصري هيلاقي الدوريات دي بدأ بدري عن الدوري المصري هيلاقي إن الأندية اللي بتلعب في الدوريات دي القوام الأساسي ليهم ما بيلعبوش في منتخبات بلدهم عكس الأهلي بالإضافة لده الأهلي السنة دي لعب كاسعالم أندية فعدد مبارياته أكتر تعليق على الجزئية دي والاستوانة المشروخة اللي كل سنة الناس بتتكلم فيها وما فيش فايدة يعني هو عنده ترجط أعين كان هو مين بقى يعني بس الناس بقت دايما خلاص متعودة تسمع منهم الكلام ده كل سنة عارف يا محمد لو الكلام ده خارج من مشجعين ممكن تقبله لأن في الآخر المشجع بيتكلم عشان هو بيفرغ الطاقة اللي عنده ما تقدرش تلوم المشجع لكن المشكلة أن الكلام ده بيخرج من نجوم سابقين لعبة كرة من بعض الإعلاميين من بعض المسؤولين فالنهاردة دي بتبقى كارثة أن انت بتروج لحاجة مش موجودة النهاردة انت أحد يعني أحد النجوم السابقين بيتكلم أن هو الأهل يعني بيسافر المغرب بجمل عشان خاطر ما يلعبش مثلا في وسط مباراة الرجاء أو وسط مباراة الوداد هل هو بيسافر المغرب بجمل طب هل نادي الزمالك مثلا لما استفاد من اللائحة لما كان بيلعب المريخ السوداني في ليبيا ثم الترجي التونسي في تونس واستفاد من اللائحة أنه بيلعب مطشين بره أرضه في نفس الأسبوع ما ينفعش يلعب مباراة محلية في وسط الجدول هل هو سافر ليبيا بالجمل أو هل هو سافر تونس بالجمل لا لكن هو استفاد من اللائحة النهاردة الوداد المغربي لو تبعنا سلسلة مباراةه في النهائيات بتاعة أفريقيا ما لعبش ولا مباراة في المنتصف لا لعب ما بين مباراتين ربع النهائي ولا نصف النهائي ولا حتى النهائي الرجاء لما لعب النادي الأهلي مباراة الزهاب هنا في القاهرة ما لعبش في النص مباراة ثم مباراة الاياب في المغرب الترجل تونسي لما لعبنا في السيمي فاينال وتغلب في تونس ثلاثة ما هتحطرهش مباراة في النص وتقال له إيه لعب بقى في النص انت كده كده خارك آه ممكن يكون لعب مثلا في مباراة في دور التمانية لكن لو بصلنا لدور المجموعات ممكن هتلاقي أنه هو لعب ثلاث مباراة في دور المجموعات ما فيش ما بينهم مباراة للدوري سانداونز نفس الكلام وسانداونز مثلا قبل المباراة اللي كسبنا نحن فيها في جنوب أفريقيا في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا بيلعبهم بس ما فيش جواد مباراة محلية كل دوري وليه ظروفه كل بلد وليه ظروفه زي ما انت قلت كده الدوري الجنوب أفريقي أو سيباك من دوري الجنوب أفريقي الدوري المغربي عدد مباراةه أقل من الدوري المصري وابتدى قبل الدوري المصري بأيام كتير فالنهاردة هو ممكن يكون بيتضغط قبل كده عشان يريح للوقت وفي النهاية الدوري المغربي ما هو مستمر النهاردة محدش بيتكلم أن الدوري المغربي المواجهات الحسامة بتتلعب فيه دلوقتي فيه زي شبه اتفاق أن ما يتمش الاستعانة بأي لعب من المحليين لمنتخب المغرب في التوقف الدولي الحالي عشان خاطر المنافسة عشان خاطر يخلصوا الدوري هل نحن نقدر هنا في مصر نقول أن لو عايزين تلعبوا في التوقف الدولي بعد إذنكم ما تاخدوش لعبت النادي الأهلي للمنتخبات المختلفة هل نقدر نعمل كده والله لو نقدر قصة وقضية على الموضوع ده استحالة لو نقدر نعمل كده يعني لو كابتن حازم إمام يقدر يتخذ هذا القرار يبقى مشكور جدا ياخدنا القرار ونلعب الدوري عادي جدا في وقت توقف الدولي باللعيبة بتاعتنا لكن هم عايزين يعني نادي الأهلي قبل كده لعب بعد الأولمبيات من غير لعبيه عايزين بيلعب في بعض الأحيان مباراة الكاز بدون الدوليين دلوقتي كمان عايزيننا نكمل الدوري من غير اللعيبة الدوليين يعني زي ما انت قلت كده هي هتفضل استوانة ونتمنى أن تستمر الاستوانة دي لأن تول ما هي بتستمر نجاحات النادي الأهلي مستمرة وهي اللي بترد يعني وتأثير الأهلي على السوشيال ميديا كل ده كلام كان مهم جدا لازم نستعرضه النهاردة في فقرة السقايب بالمناسبة معانا فيديو مهم جدا لمارسل كولر يمكن نشره من خلال حسابه الرسمي على الانستجرام وهو جاي من سويسرا على القاهرة بعد أجازة فترة أسبوع كان خدها لقضاء فترة راحة كده وأجازة دمكم وقع على الهواء يمكن الفيديو الخاص بمارسل كولر فيديو على فكرة ظريف جدا بيوريك معادل الرحلة القاهرة ساعة 12 وتلت بتوقيت زياريخ وبيوريك التسقرة للطيارة والرحلة ويعني نقدر نقوله عشان كده النهاردة التمرير على فكرة الساعة 8 بالليل لأن المفروض كولر يكون وصل في هذه اللحظات إلى القاهرة وعلى ما يروح بقى ويوصل لفند والإقامة ويستعد ويوصل لملعب التيتش فعشان كده التدريب هيكون مساء اليوم وأنا بيعجبني في كولر دايما أنه شخصية مرحة يعني في ظل الضغطات والتحديات والصعوبات لكن شخصية مرحة الفيديو قدامنا النهاردة بيشارك فيه على فكرة جمهور الأهلي بيعرفهم أنه جاي من سويسرا على القاهرة معادل وصول الطيارة إمتى التحرك من مطار زياريخ في سويسرا يعني كل الأمور دي أكيد بتبقى أمور جميلة جدا على السوشيال ميديا أنك كمدرب بتشارك جمهور الأهلي كل اللحظات اللي أنت عايشها في فترة الأجازة أو في فترة السفر عشان توصل القاهرة وتستعد لمرحلة جديدة والاستئناف لمباريات الدوري العام دي كانت نقاط مهمة جدا عايزين نتكلم فيها نخرج إلى فاصل ونرجع من الفاصل عندي ملف مهم جدا عايز أتكلم فيه ويمكن هتسمعوا فيه معلومات جديدة ومفاجآت جديدة عكس كل اللي بيتكتب على السوشيال ميديا ملف مهم بينتظر الأهلي خلال الفترة اللي جاية نطلع فاصل ونرجع لأنه هتسمعوا كلام لأول مرة ومش هتسمعوه في أي حتة إلا من خلال شاشة قناة الأهلي ملف مهم جدا وبطولة مهمة جدا عايز أتكلم عليها وهي بطولة السوبر ليك دور السوبر الإفريقل بسمع كلام كتير وأقرأ كلام كتير مابود على السوشيال ميديا ومن بعض المواقع ومعلومات يعني فيها تفاصيل مش واضحة أو مش صحيحة في الفترة الحالية أولا دور السوبر الإفريقل هيتلعب في الفترة من 20 أكتوبر لغاية 13 نوفمبر بنتكلم في حوالي 24 يوم المفروض خلال 24 يوم هتتلعب 6 مباريات لكل فريق إذا وصل للنهائي يعني فيه فريق ممكن يلعب مباراتين ويخرج ممكن فريق يلعب 4 مباريات ويخرج ممكن فريق يلعب 6 مباريات ويوصل لساعتها الفاينال ويمكن يفوز بالبطولة إيمكن يبقى وصيف البطولة دي خلاص رسمياً أصبحت ضمن الأجندة الرسمية لمباريات الكاف خلال الفترة اللي جاي يعني دور السوبر الإفريقي تم إكراره وتم اعتماده وتم تحديد نظامه وتم إدراج مبارياته في الأجندة الرسمية للاتحاد الإفريقي اتنين يجب على اتحاد الكورة خلال الفترة اللي جاية ضبط فكرة مباريات الدوري بالنسبة للآلي بعد المشاركة في دور السوبر الإفريقي لأن في التوقيت دا الاهلي مشاهيل عبدوري الاهلي مشاهيل عبدوري هيبقى منشغل بمباراية السوبر ليج وعنده في التوقيت ده ان شاء الله لما نوصل فينال تلات رحالات افريقية دوري التمانية اول مباراة هتكون خارج مصر لان الاهلي مصنف رقم واحد فلقاء العودة هيكون على ارضه نكسب سيمي فينال تبقى للقرعة ياللقاء الاول ياللقاء التاني على حسب القرعة اللقاء هيبقى فيه سواء في مصر ولا خارج مصر نفس القصة المباراة النهائية زهاب وإيابي فيه كلام طلع ان دور السوبر الافريقي ممكن يتلعب في دولة تستضيف البطولة لغاية اللحظة اللي بتكلمكم فيها دلوقتي نهاردة بتكلم في يوم 18 ست كلام ده مش مطروح من الاساس مش مطروح من الاساس والدليل الملاعب اللي هتستضيف في المباراة مطلوب منها تطوير وتحديث وسيانة وسبق قبل كده وأعلنت ان استاد القاهرة طلب منه حاجتين أولا تطوير المقصورة الإعلام ومقصورة الصحفين بالكامل تحدثها وتطويرها بالكامل ثانيا مقصورة الفي آي بي والفي في آي بي تتغير كل الكراسي اللي فيها ويتكون كراسي جديدة بمساحات محددة والكراسي تبقى باللون الأحمر عشان الاستاد ده ساعتها أثناء البطولة يبقى معبر عن النادي الأهلي فبيعملوا بعض الأمور الهندسية اللي هي علاقة شوية بإن كل ملعب بيعبر عن الفريق اللي بيلعب على الأرض فبالتالي ده أكبر دليل إن الملعب بيتم تطويرها والصيانة عشان تصديف البطولة في شهر عشرة كلنا عارفين الأهلي يلعب على الساد القاهرة الودادة يلعب على مركب محمد الخامس والملعب هيتقفل من منتصف شهر سبع عشان السيانة والتطوير لإنه كمان في تحديث هيحصل وصيانة أرضية مركب محمد الخامس عندنا كمان ملعب لوفتس في بريتوريا ملعب فريسانداونز ملعب رادس ملعب نادي التراجئ التونسي دي الفرق الأربعة المصنفة رقم واحد ملعب سيمبة المفروض هيبدأ الشغل فيه من نهاية شهر سبعة والشغل فيه هيبقى مستمرة على مدار شهرين لغاية نهاية تسعة لأن فيه تطوير كبير جدا على ملعب سيمبة ممكن أنا شفت الملف بتاع ملعب سيمبة ما يقرب من حوالي أربع خمس ورقات كل دي متطلبات عايزة تتعامل في ملعب السلام الوطني أو ملعب دار السلام في تنزانيا نفس الأمر على ملعب إنيمبة ملعب مازينبي ملعب بيترو أتليتكو في أنجولا فبالتالي الزيارات اللي تمت على الملعب أكيد مش بعد كل الزيارات دي والتفتيش ده والورق اللي تم إرساله هيجي في لحظة يقولك لأ هنلعب البطولة في دولة ومين الدولة اللي هتطلب الاستضافة كلام ده مش مطروح أصلا على طاولة الاجتماعات خدوا بقى المفاجأة اللي جاي النهاردة بنتكلم 18 ستة كلال 72 ساعة في اجتماع في مقر الكاف ما بين الشركة الإيطالية ومسؤول الاتحاد الإفريقي لوضع الخطوط العريضة لأول ورشة عمل هيتم تنظيمها خلال الفترة اللي جاي وتحديد معاد القرعة اللي مبدئيا هيكون في شهر سبعة ولكن لم يتم تحديد المعاد هل في منتصف سبعة هل في أوائل شهر سبعة هل في نهاية شهر سبعة كل الكلام ده لسه مش محدد في اجتماع خلال 72 ساعة لتحديد كل هذه الخطوط العريضة آخر حاجة ودي مفاجأة الناس ممكن تعتقد أن أي فريق هيشارك في دور السوبر هيشارك من خلال القايمة الإفريقية اللي هيلعب بيها دور الأبطال يلعب بيها دور السوبر الإفريقي لا دور السوبر الإفريقي هنلعب فيه زي كاس العالم للأندية ليه قايمة محددة لسه لم يتم الاستقرار على عدد القايمة يتبقى 23 لعب يتبقى 26 لعب أنا بقول لكم كلام ما سمعتوش في أي حتة وكلام من مصادر رسمية في الكاف وفي الشركة الإيطالية متواصل معهم منذ فترة والحمد لله دايما الصبق الخاص بالأمور الصحفية في هذا الملف بتبقى من خلالنا في برنامج الترند وبنكتب كل التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع ولكن فكرة أنك تلعب البطولة بقايمة إفريقية من 40 لعب أو 30 لعب المقايدين في القايمة المحلية كلام دا من صح هيتم الاستقرار على قايمة محددة يتبقى 23 لعب من ضمنهم ثلاث حراس مرمى يما تبقى 26 لعب لأنهم بيفكروا في البطولة دي كبطولة مجمعة في فترة من 20 أكتوبر ل13 نوفمبر هل الـ 23 أو الـ 26 يجب أن يكونوا مقايدين في القايمة الإفريقية ثم بعد ذلك وقيدوا عشان يلعبوا دور السوبر دا لسه ما تمش الاستقرار عليه هل البطولة دي تحديدا هتكون خارج القيد الإفريقي عشان لو عايز تجيب صفقة سوبرستار زيتلعب معاك كانجم في البطولة عشان يعالي القيمة التسوقية ومش شرط إنه يكون مقايد معاك إفريقيا بس يكون معاك في البطولة دي بس دا برضو لسه ما تحددش إمتى يتم تحديد كل العوامل دي في اجتماع يتم خلال الـ 72 ساعة اللي جاية وفي أول ورشة عمل هتتم في تنزانيا خلال شهر 7 اللي على الهامش ورشة العمل هيكون بنسبة كبيرة قرعة دور السوبر اللي ساعتها هنشوف هل الأهلة هيبدأ بمواجهة سيمبا ولا بمواجهة إنيمبا ولا يلعب في أنجولا مع بيترو أتليتكو ولا البداية هتكون مع مازينبي في لومنباتشي دي كل التفاصيل المتعلقة بدور السوبر الإفريقي لغاية اللحظة اللي بتكلمكم فيها أكبر المفاجآت القيمة للناس كتيرة ما كتش تعرف موضوع القيمة وما حدش يتكلم عليه لكن أنا بقول لكم القيمة هتبقى محددة يتبقى 23 يتبقى 26 لكن قيمة 30 و40 مش مطروحة في دوري السوبر وخلال 72 ساعة كل الملامح هتتحدد ببعاد الاجتماع اللي هيتم ما بين الشركة الإيطالية مع مسؤولي الاتحاد الإفريقي والبطولة رسميا أصبحت ضمن الأجندة فيجب على اتحاد الكورة أو ربطة الأندية تحضر نفسها من دلوقتي تحط فراغات للأهلي في بطولة الدوري سواء لما يشارك في كاس السوبر الإفريقي مع اتحاد العاصمة دور السوبر الإفريقي في منتصف أكتوبر حتى أول نوفمبر كاس العالم للأندية في شهر ديسمبر ثم المنتخب عنده تصفيات كاس العالم في شهر نوفمبر وعنده كمان في كاس أمم إفريقيا في كودغفار في شهر يناير وفبراير من بداية عام 2024 ده من بدري بقوله عشان ما يجيش حد يقولك أصلي فيه مؤجلات أصلي فيه فراغات الناس بتشتغل من بدري بس إحنا عندنا في اتحاد الكورة أو الربطة معلومة بتجيله المتأخرة شوية وبيتبقى في ديئة تسعين بعد الناس ما خلاص بتصفر وبتبدأ تشتغل الناس لسه عندنا بتعرف معلومات عشان تحضر للسيزن اللي جاي طيب دي آخر معلومات دوري السوبر ولكن آخر أخبار الترند نتابع طيب آخر أخبار الترند والبداية من ترند الأهلي ترند الآن النهاردة فيه تفاصيل مهمة جدا أنا أستعرضها مع بعض والبداية من حساب كورا بلس الأهلي يعود اليوم لتدريباته الجماعية لأول مرة بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا استعدادا لمواجهة حرس الحدود في الدوري المصري المباراة يوم الخميس المقبل وهذه المباراة مؤجلة من الدور الأول الناس تقول لي بلاي مباراة الحرس تحطت أول ما الأهلي يرجع لاستيناف مباراة الدورة هقولك لأن اتحاد القورة أو ربطة الأندية عاملة حسابها لو الكاف طلب إرسال أسماء الأندية مبكرا شوية يعني مثلا 36 أو منتصف 7 والدوري لسه مخلص هو محدد في اللايحة بتاعته قواعد المتعلقة بالمشاركة الإفريقية للأندية المصرية فمن ضمن القواعد نتاج الدور الأول أو ترتيب الدور الأول بس ترتيب الدور الأول حطت مباراة الأهلي والحرس أول مباراة في استيناف مباراة الدور الفتر اللي جاء عشان تخلص من مواجهات الدور الأول بالنسبة لترتيب جدول الدوري حساب الاتحاد الأفريقي في الأكاونت الخاص بدور الأبطال وكأس الكونفيدرالية اتكلموا على هدافي دوري الأبطال من هداف دوري أبطال أفريقيا موسم 2022-2023 المهاجم النبيبي بيتر شالوليلي مهاجم فريسان داونز ومحمود قهربا مهاجم النادي الأهلي كل من هما أحرص ست أهداف وقدموا الكثير من المتعة ناس تقول لي ما المهاجم السنغالي صامبو مهاجم نادي الوداد أحرص سبع أهداف لا مرحلة هداف البطولة بتبدأ من أول دور المجموعات مش من أول أدوار التمهيدية لأن الاتحاد الأفريقي لما بيمنح جايزة هداف البطولة الجايزة دي بتبقى بناء على تسويق وراعي معين هو المسؤول عن جايزة هداف البطولة والرعي بيبدأ من دور المجموعات من دور الستاشر فبالتالي أي أهداف بيتم إحرصها في الأدوار التمهيدية حتى لو أحرصت دستة أهداف مش محسوبة فالأهداف بتحرص من دور المجموعات قهربا تأيد من يناير وبدأ مع الآله دور المجموعات وفي فترة دور المجموعات والأدوار النهائية كان هداف البطولة بست أهداف مع المهاجم النبيبي بيتر شلوليلي مهاجم فريق سانداونز ده اللي يقول لك كهربا عمل ايه من ساعة ما رجع من الإيقاف فاز بدوري أبطال إفريقيا فاز بدوري أبطال إفريقيا مرتين قبل كده هداف الأهل في الدوري أحرص أهداف مميزة دوري أبطال إفريقيا وأحرص هداف مميزة في الدوري حساب كورا بلس خالد عبد الفتاح فيه تصريح مهم جدا قال محمد هاني رقم واحد في مركزه داخل مصر وبتربطني بيه علاقة قوية تصريح مهم جدا ولكن ليس تصريح للاستهلاك الإعلامي ارجعوا كده للفيديوهات والكواليس اللي كانت في نهاية إفريقيا ولما كان محمد هاني بيعاية من الفرحة والضغوط اللي كانت موجودة عليه أول لعب كان بيحتضن هاني وكان بيتكلم معاه كان خالد عبد الفتاح أعتقد اللحظات اللي زي دي مهم جدا الناس تسترجعوا وتشوف في الفيديوهات عشان تشوف العلاقة ما بين اللعبة وبعضها وخالد بيلعب باكرايت نفس مركز محمد هاني محمد شريف راس حربة بيلعب في مركز قهربة شوفوا التعامل ما بين اللعبة عامل إزاي مع بعض يلا كورا وهوغو بروس المدير الفني المنتخب جنوب إفريقيا يتكلم على بيرسي تاو وقال بيرسي تاو أصبح لعبا مهما لنا بعد مشاركته مع الأهلي في جميع المباريات شخصية الأهلي فرضت نفسها على بيرسي تاو وأصبح لعب مهم جدا لا غنى عنه في منتخب جنوب إفريقيا وبالأمس كان نجم المباراة خد مان أوف زاماتش وأحرز هدف رائع جدا بخطأ للحارس مونير المحمدي حارس فريق المغرب يلا كورا وتصريح لبيتسو موسيماني المدير الفني الحالي للوحدة الإماراتي تم الإعلان عن تعيينه رسميا مدربة للوحدة الإماراتي ولكن بيتسو مبارح اتكلم في تصريحات نشرتها صحيفة كيك أوف الجنوب إفريقيا ولما تسأل على بيرسي تاو تعليقك على بيرسي تاو ايه النصيحة اللي تقدمها له قال لهم بيرسي تاو يمكنه تقديم الأفضل ولكن أنصحه بعدم العودة لأوروبا وبالتالي يستمر مع الأهلي عايز أؤكد على حاجة مهمة جدا المتعلقة ببيرسي تاو في تصريحات طلعت لما سافل جنوب إفريقيا في الاستعداد للأجندة الدولية وتقال إن بيرسي تاو قال كلام دا على فكرة عاري تماما من الصح بيرسي تاو لم يتحدث عن أي عروض احتراف ولم يتحدث عن فكرة أنه بيسعى للعودة لأوروبا بل بالعكس الرجل مستقر جدا في النادي الأهلي وبيتسو مسماني بينصحه بالعودة أو بعدم العودة لأوروبا واستكمال المشوار مع النادي الأهلي حساب باكوراستاتس وبيتكلمه على إحصائية منذ الخسارة أمام سانداونز بخماسية لعب الأهلي 16 مباراة في كل البطولات يعني أفريقية ومحلية دوري أبطال كس مصر سوبر مصري دوري مصري لعب 16 مباراة فاسفة 14 اتعادل 2 لم يخسر سجل 32 هدف وموني يا مرمى الأهلي 3 أهداف استقبل 3 أهداف بس وحافظ على نظافة شباكو في 13 مباراة من 16 ولم يتلقى أي هزيمة وحصل على 3 بطولات طيب نكمل مع بعض ونشوف كورا بلاس بيقولوا كيف يفكر الآلي في تدعيم خط الهجوم ترشيحات عربية وإفريقية أمام كولر بيقولوا أن بعد صعوبة حسم صفقة الكنغولي جاكسون موليكا وأنا أتمنى بصراحة نقفل الكلام على الموضوع ده لأن الكلام كتير قوي على جاكسون موليكا آخر 4 سنين زي ما يكون كل واحد مش لايه حاجة يكتبها يفتح الدرج يطلع جاكسون موليكا شهر يعدي مش لايه صفقة يكتبها يفتح الدرج يطلع جاكسون موليكا أنا نفس الناس بس يعني تبص على مسيرة جاكسون موليكا آخر 4 سنين إيه اللي أدىه مثلا على المستوى الدولي أو على المستوى الأندية اللي شارك فيها هل مؤثر مع منتخب القرغة الديمقراطية إطلاقا هل بعد ما زنبي تقلق في بلجيكا تقلق في تركيا إطلاقا فالصحافة أو المواقع بتكتب كتير قوي على موضوع جاكسون موليكا بشكل صراحة أنا مش قادر أفهمه طيب الآن يبحث عن مهاجم جديد في الدوريات العربية والتحديدا من دوريات شمال إفراخي حسب معلوماتي إن فيه ترشحات بتتقدم لمارس الكولر وعندما يتم الاستقرار على لاعب أو اتنين هيتم ترتيب الأولويات ويتم فتح باب التفاوض مع الأندية اللي بتنتمي ليها هؤلاء اللعيبة لكن قبل كل ده كولر هيحدد هو محتاج مين وفي مركز إيه والأولوية هتبقى المين والكلام ده أعتقد ممكن يتم حاسمه خلال الساعات اللي جاية ابتداء من النهاردة كمان في اجتماعات مهمة جدا على مستوى قطاع الكورة عشان الفترة اللي جاية يتم التحضير للمسم اللي جاي حسب الجول صحيفة العرب القطرية بتقول تحت قيادة تاكار تيرون نادي أم سلال في مفاوضات مكثفة مع حسين الشاحات لتدعيم صفوب الفريق قبل معسقر تركيا فيه كلام بالفعل جاي من بعض الزملاء الإعلاميين في قطر إن فيه عرض من نادي أم سلال اللي حاليا تولى رسميا للقيادة الفنية الفرنسي باتريس كار تيرون وكان الساعات اللي فاتت قريط عدد من الواقع بتتكلم على عرض سعودي لحسين الشاحات ولكن خلال الفترة القادمة يتم حسم الأمر في مسألة التجديد واستمرار حسين بإذن الله وأنا أتمنى فكرة الصفقات والتعاقدات اللي بتتم طرحها على السوشيال ميديا تهدى شوية لأنه عندنا مباراة حاسمة في الدوري العام حساب الجول مصدر بالنادي الأهلي مفاوضات ضم إمام عشور المصدر قال نتمنى الرحمة من الشائعات لم نتحدث مع اللاعب ولم تحدث أي مفاوضات وكل ما يثار في ذلك الأمر لا أساس له من الصحة كلام كتير قوي قوي على موضوع الصفقات والانتقالات اللاعبين وأعتقد لسه إمام عشور طالع وبيحترف فيه الدوري الدنماركي فالكلام ده أعتقد يعني غير صحيح طيب حساب يلا كورة بيتكلموا على تشكيلة منتخب مصر المتوقعة اليوم لوديد جنوب السودان في حراسة المرمى محمد صبحي طبعا كلنا عارفين أن فيه لعيبة خرجت من المعسكر سواء المحترفين أو عدد من اللاعبت الآلي قال أبرزهم بالتأكيد محمد الشناوي محمد صبح في حراسة المرمى أحمد فتوح ياسر إبراهيم علي جبر هشام صلاح في خط الدفاع محمود حمادة أحمد سيد زيزو مهند لاشين واتريزي جي قهربة حسين الشحاط وتبقى لتصرحات روي فيتوريا النهاردة تريزي جي هيكون كابتن منتخب مصر بعد خروج صلاح من معسكر المنتخب بعد عداء مباراة غينيا في التصفيات الإفريقية اتسأل فيتوريا على مين كابتن منتخب مصر بعد خروج صلاح الرجل رد يعني بكل وضوح وصراحة وقاله هيكون تريزي جي كابتن منتخب مصر وأنا بصراحة المستوى الشخصي بعشق وبحب محمود حسن تريزي جي لعيب فنيا على أعلى مستوى لعيب يعني عنده أخلاق عالية جدا لعيب حظه سيء جدا أتمنى التوفير لتريزي جي في المرحلة اللي جاية وربنا يوفقه يلعب في أندية كبيرة طاليخ بيه الإصابة اللي جات له في أسطن فيلا للأسف أسرت عليه وبعادته عن الدور الإنجليزي لكن لعب بصراحة أنا بحشة تريزي جي والأهلوية كلهم بيحبوا محمود حسن تريزي جي حساب اتحاد الكورا النهاردة كان بيعلن عن توقيع عقد الشراكة بين الاتحاد المصري وشركة بومة الرعية لملابس المنتخبات الوطنية حساب كورا بلس تعرف على المنتخبات التي صعدت طب قدامنا دي الأطاط من المؤتمر الصحفي الخاص بحضور أعضاء اتحاد الكورا أستاذ خالد الدرندالي نائب رئيس الاتحاد وكان كابتن حازم إمام عضو اتحاد الكورا دكتورة دينا الرفاء عضو اتحاد الكورا وكان قابلهم طبعا الحج عامر حسين عضو مجلس الإدارة دكتور وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكورا ولكن نرجع بقى لفكرة المنتخبات اللي صعدت لأمم إفريقيا عشرين تلاتة وعشرين لغاية دلوقتي أولا المنتخب قد فورا هو المنتخب الذي سيستضيف البطولة فهو كده كده متأهل لغم أنه بيشارك في التصفيات بس متأهل بشكل رسمي لأنها الدولة المصادفة ولكن بصوا بقى تونس ضمنت التأهل بعد ما حاصلت عشر نقاط رغم الخسارة من غينية الاستوائية جنوب إفريقيا ضمنت التأهل والصدر مؤقتا بعد الفوز على المغرب ولكن المغرب عندها فرصة تتصدر خلال الفترة اللي جاية منتخب مصر تأهل بشكل رسمي السنغال تأهلت بشكل رسمي كل المنتخبات الكبرى موجودة ولكن في انتظار موقف الكاميرون هل ممكن تلحق وتشارك ولا هتبقى مفجأة مدوية والكاميرون تخرج من سباق التأهل لتصفيات كأس الأمم في القد فوار ده هنشوفه في الجولة الأخيرة في شهر 9 السؤال طرحناه في بداية الحلقة الرسالة اللي توجهها للعيبة قبل استيناف الدوري استاذ رمضان بيقول أبطال كالعادة يا رجال الأهلي هو ده المنتظر من كتيبة الأبطال اللعب بروح فنلة الأهلي وتاريخه الكبير مليون مبروك عبال الاثنشر منتظرين التتويج بالدوري في عرب وقت وأقل عدد من الماتشاط عاشي أبطال دي كانت أهم رسالة النهاردة معنا في يعني اللي ممكن تقول للعيبة الأهلي قبل استيناف بطولة الدوري وبعد أسبوع حافل بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وغدا اللقاء جديد في برنامج الترين شكرا وإلى اللقاء